هي الله الزمن الأول مع الأبا والأجداد وكيف أيامهم كانت معنا بس لها معنا صور من عهدهم تنجل إلى الأبناء والأحفاد يشوفوا أمس كيف كانوا وكيف اليوم أصبحنا وكيف اليوم أصبحنا أوانهم ما داروا فيها يطيب الماء ويحلى الزاد وما بيوتهم كانت من الطن والخشل تبنى عاشوا في بساطتهم لكن أوفيا وجوان بلا رتب ولا رتبان بس نفوسهم مغنى ايها الحضور الكرام نرجو الانتباه الآن تطل علينا طفلة برائحة الفل وعبق الماضي نجمتنا وعروستنا لهذه الليلة إنها النجمة الصغيرة الجوري أبو جبل تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد اشتركوا في القناة لأنه وحصل مغياء ستة العراء السمية الظالية ستة العراء السمية الظالية هيا اذكروا الله وصلوا على النبي بلل سمية كم البدو العليم ستة العراء السمية الظالية 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 ستة العراءس شغط مريض وفي اللفاتج وسفايح العبيد وفي اللباني شفايح العبيد الوجه ضاوي بنور باتلي الوجه ضاوي بنور باتلي يا وردة كلية عيشيا عروس حلايا حلايا حاليا يا وردة كلية عريشيا عمر ضمانة وحصل ممريا سنة العراي السمية غاليا سنة العراي السمية غاليا زين البراح والسمر بقربوك أمي اتغافم وأحبابك أجاب أمي اتغافم وأحبابك أجاب مالا وغامة وخي سانيا مالا وغامة وخي سانيا عرص حلايا حلايا حاليا عرص حلايا حلايا حاليا يا ودتا كل يا عليشيا عمر دمالنا وحصل غمريا ست العراء السمية غاليا ست العراء السمية غاليا أم العروس ثاني حاب اخلى البنات يلعبوا ترقوا تطرح بالمياد الليلة ترقص لها والجاريا يا وردة الفل يا عليشيا عرص حلايا حلايا حاليا يا وردة الفل يا عليشيا يا وردة الفل يا عليشيا عمر دمالنا وحصل غمريا عمر دمالنا وحصل غمريا ست العراء السمية غاليا ست العراء السمية غاليا نبغان اسمه تحية وصارخة لجني أبو جابان اسمه الأقوى تحية نتوى إياكم العروض الآن الشعبية المتنوبة الآن العرض الشعبي لقسم الزهرات اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا اشتركوا في القناة 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 السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا من دي ولا دي مرة ممتعة جميلة جدا اتشرف ليلة جزينية ومرأة اخرى طيب اشراك في قناة اطفال مواهب اش اشراك في قناة اطفال مواهب جدا ممتعة مسلية مريحة جميلة شكرا ليلة ماتعة ليلة رائعة مع نجوم ونجمات قناة اطفال مواهب مع عروسنا الصغيرة جوري ابو جبل في هذه اللحظات نلتقي بالنجم المبدع المتألق المجهد الرائع عبد المجيد الدوسري عبد المجيد اهلا اهلا مرحبا مليون عبد المجيد كذا نبقى كلمة سريعة خطفية حلوة كذا عن هذه الليلة الجميلة الشعبية انها ليلة جميلة ما شاء الله ان نجتمع في هذا المكان يا الله لا لا يعني انا اقول يوم جميل جدا رائع صراحة ليلة انا اعتبرها ليلة غريبة جدا على اهل الرياض فاتوقع الكل متفاجأ باللي صاير ليلة شعبية جدا رائعة حلو شي حلو وننتظر دائما من اطفال مواهب دائما يمتعوننا بمفاجآتهم الجميلة طبعا عزيز المشاهدين هذه المرة كانت اول مرة لنجوم كانت اطفال مايبو هنا في العاصمة الرياض بهذه الليلة الجميلة والريعة انها الليلة الشعبية عبد المجيد كيف كانت طباع الجمهور هنا في العاصمة عن هذه الليلة الشعبية والله زي ما قلتلك هو يعتبر شي جديد ما ليش اسف يوم جديد يعني او شي جديد على اهل الرياض انطباعهم زي ما شفنا كانوا الكل ماسك جواله قاعد ياخذ لقطات ذكارية حلوة لهذه المناسبة متفاجئين شلي صاير بالضبط اتوقع في بعضهم اول مرة يشوف يعني خلنا نقول الليلة الشعبية او تفاصيل الزواج بجزان في اليوم شافوا هالشي انبسطوا واستانسوا والكل زي ما تشوف مستانس اذا شكرا كابتن عبد المجيد من هنا الى مكان اخر طبعا ومع اطفال الرياض حنشوف انطباعاتهم عن هذه الليلة الجميلة والرائعة طبعا خلونا نشوف تعال هنا قرب شوي قربنا شوي وش رأيك بالليلة الجيزانية هنا في الرياض حلوة وش رأيك بالليلة الشعبية شوي معليش خلنا نواصل وش رأيك بالليلة الشعبية هنا بالرياض حلوة وش رأيك بالعروس جوري حلوة وشرك بليلة الجزء الشعبية؟ مرّة علّة وما زالت اللقاءات معكم في هذه الليلة الشعبية الجميلة هنا في العاصمة الرياض وأيضا عندنا أحد الزوار لعالم جمولي ورح نسأله عن انطباعاته ومشاهدته لهذه الليلة الشعبية الله يعطيكم العافية كانت ليلة جميلة مرّة ونبسطوا الأطفال معنا وستمتعنا وتعرف الإجازة والصغار لازم نمتعهم في السهرات الجميلة هذه وما قصرتك مشكورين الصراحة وراح نكرر الزيارة هذه شكرا لك إذن شكرا لك ننتقل من هنا إلى لقاء آخر وما زالت اللقاءات وعندنا أيضا أحد الزوار رح نسأله بطريقة سريعة اشترك بالحفل اليوم؟ والله ما شاء الله كانت ليلة جميلة ومكثرة لحماس قمت أتجول بالزوال يعني قمت تتصور معنا الحفل ايه والله كانت ليلة جميلة أتمنى أنها تدوم وما زالت اللقاءات وأيضا عندنا أحد الزوار كيف كان الحفل اليوم؟ جميل الحمد لله وش رايك طيب بالعروض الشعبية؟ جميلة ما شاء الله يعني جايين جيزان وشرفتونا بحدهم كم اليوم وما زالت اللقاءات الممتعة هنا في عالم جمولي في وسط الرياض وعندنا لأ خليك واقفة شوي عندنا أحد الأمورات الشطرات ايش اسمك؟ ريمة ريمة حضرت الليلة الشعبية؟ ايه وش رايك بالعروضة؟ حلوة طيب وش رايك بالعروض الشعبية الممتعة؟ جميلة انبسطتها من شيء؟ ايه هنا من هندسة الصوت هنا من هندسة الإضاءة أنا أتقي بالمهندس الرائع على الأستاذ محمد أستاذ محمد بس أحب أن أسألك اليوم كانت ليلة شعبية هنا في عالم جمولي انطباعاتك وما رأيك بهذه الليلة؟ صراحة أقولها بكلمتين أنتم في قمة الروعة والإبداعي يعني على كثر الفرق اللي جتنا في الرياض خاصة في المركز اللي أنتم اثبتوا وجودكم وجماهرياتكم بنفس الوقت كابتن محمد العرض الشعبي اللي شاهدته اليوم كيف كانت الأجواء معك وأين انتقلت بالأجواء اللي عشنا اليوم في الأجواء الشعبية؟ والله هي زينة أنا بيني وبينك كنت أهز محمد فيها يعني كنت تتحرك معنا من هنا؟ كنت تصور سناب شات الجمولي ونهز والله يسترعاد وشي قاعد يطلع بالفيديو إذن شكرا كابتن محمد طبعاً وننتقل الآن من اللقاءات مع الجمهور حنشوف الآن اللقاءات مع الزهرات رأيهم بالحفل اليوم ورأيهم بالليلة الشعبية وحنشوف الآن طبعاً هم الآن في غرفة التصوير مثلاً أنتم شايفين ما شاء الله الإقبال الجميل على التصوير نستكمل معكم الأسئلة وأيضاً طبعات الجمهور والآن نحن عند طاقم التصوير وأيضاً نلتقي هنا بالمخرج والأستاذ سليمان الدوجان أهلا وسهلا بي أستاذ سليمان كان اليوم الحضور جميل ورائع والعروض جميلة شعبية ماذا شاهدت في أعين المشاهدين وملامح المشاهدين عندما شاهدوا هذه الليلة؟ صراحة ليلة مميزة ليلة شعبية يعني تعرفنا بالتراث تراث المنطقة هذا يعني تذكير للأجيال الموجودة الآن بما كان فيه في الماضي من تراث ومن تقاليد وعادات صراحة الليلة كانت مميزة الحضور مميز جداً كنت أشاهد الاستمتاع في ريون المشاهدين أنا بالذات وأنا مطلع ومن ضمن فريق العمل كنت مستمتع جداً بأداء الزهرات خاصة والقناديل أيضاً على المسرح صراحة جميل طيب أستاذ سليمان جوري تنتظر كلمة في هذه الليلة الشعبية الحلوة ايش تقول لجوري؟ جوري 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 ورداء صراحة يعني ما زاد الليلة الشعبية رونق وجمال هو جوري صراحة جوري جميلة جداً وكانت أجمل وأجمل في الليلة الشعبية إذن شكراً أستاذ سليمان ننتقل من هنا لمكان آخر طبعاً الآن لقاءنا مع الأستاذ إبراهيم هو طبعاً ما يدري لكن ندخل عليه كده بشكل سريع طبعاً الأستاذ إبراهيم أستاذ إبراهيم عندنا سآلين كده بشكل سريع عن هذه الليلة الشعبية الحلوة الممتعة الرائعة هنا في عالم جمولي وخاصة في الرياض كيف جاءت الفكرة أنه تكونك في الليلة شعبية في العاصمة الرياض؟ دائماً لما توجد شيء جديد في مكان جديد تمام يكون هذا الشيء مميز لأن الكل يبغي يعرف نوعية الشيء الذي يقدم دائماً في جازان وهو في المنطقة تجد ازدحام كبير ما بالك في الرياض وجدنا ازدحام وجدنا اقبال وجدنا أيضاً نوعنا في العرض لو تلاحظت أن العرض اليوم كان مختلف جداً جداً جميل أستاذ إبراهيم جوري تنتظر كلمة في هذه الليلة الشعبية عندما كانت عروسة كلمة للعروسة جوري والله أقول لجوري طبعاً بصراحة بصراحة لما شفتها دمعت عيني والله إذن شكرنا سيد إبراهيم من هنا إلى مكان آخر وما زالت اللقاءات المستمرة طبعاً عندنا الآن مهنتز الصوت المبدع ماجد جوار ماجد أهلاً وش رأيك بالعرض اليوم؟ الجوار طبعاً تفاعلية جداً وحماس جمهور الرياض صراحة غير غير طيب كان اليوم عرض الشعبي مية مية إيش رأيك بالجمهور والمشاهد الحلو من الجمهور؟ الجمهور طبعاً تحمسوا لهم فكرة جديدة عليهم يمكن في أغلب الناس ما كتشافوا الحاجات الشعبية حق الجيزان الحمد لله طلع على الحافل جداً جميل طيب ماجد يوم أنت عند الصوت ما تفاعلت شيء؟ بالعكس عادة تدري بكل شيء طبعاً بدون ما يدري لقطناه كذا ما شاء الله أحد المصورين المبدعين اللي كانوا اليوم ينقلوا الصورة الرائعة في هذه الليلة الجميلة الشعبية أوش نتعرف عليك؟ معك فهد الودعان الله يسلم مبدعنا فهد الله يسلم كونك من أحد اللي كنت قريب من المسرح إيش رأيك بالليلة الشعبية وأنت قريب من المسرح؟ والله صراحة صراحة والله ما دي شي يقول يعني أمسوا قبله اليوم فاجأتونا صراحة طيب الليلة تفضل لا لا بس طيب الليلة الشعبية يعني كانت في الرياض هل وجدت شي مختلف يعني أو شاهدت شي مختلف بهذه الليلة؟ صراحة حسست كني في جيزان كني في جيزان يعني ما شاء الله الفرقة لبسها متناسق جدا العرضة استعراضهم في نفس المسرح والله حسست أني كني في جيزان وأنا طبعا شاركت معكم قبل في جيزان نفس الجو إذن شكرا كمتنا فات من هنا لمكان آخر إلى الأبناء والأحفاد تشوفوا أمس كيف كانوا وكيف اليوم أصبحنا وكيف اليوم أصبحنا وما يهبون حر الصيف أو برد الشتال أو زاد وما في عندهم هذا نعيم اللي بحاضرنا وما كلهم خمير الحاف ولحقنا على المعتاد لا مندي ولا بيتزاد ولا قشطة ولا جبنة ولا قشطة ولا جبنة اشتركوا في القناة حيالله الزمن الأول مع الأباء والأجداد وكيف أيامهم كانت معانا بس لها معنا صور من عهدهم تنجل إلى الأبناء والأحفاد يشوفوا أمس كيف كانوا والآن طبعا عندنا الحلوة الأمورة وينها وينها راحت عندنا حلوة الأمورة عروصة اليوم جوري أبو جبل جوري اليوم ما شاء الله كنت عروصة حلوة أمورة ايش تحسين وانت عروصة؟ اليوم الكل يتابعك في هذه الحلقة اني وانت العروصة الجميلة ايش تقولي لهم؟ شكرا على الحضور ايش تقولي للمتابعين اللي يتابعوا القناة؟ أشكركم على المتابعة طيب من القمر يا جوري؟ أنا وانتو العبد المجيد؟ أنا إذن يا جوري العروصة الأمورة الشطورة أنا باك تقولي للجمهور كل عام انتم بخير وإن شاء الله نشوفكم دائما فرحانين ومبسوطين نشوفكم دائما فرحانين ومبسوطين لنشوفكم دائما فرحانين ومبسوطين شكرا للأمورة جوري إذن أعزائي المشاهدين كانت ليلة جميلة ليلة رائعة ليلة شعبية مميزة هنا في العاصمة الرياض على أمل لقابكم باللقاءة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيا الله الزمن الأول مع الأبا والأجداد وكيف أيامهم كانت معنا بس لها معنا صور من عهدهم تنجل إلى الأبناء والأحفاد يشوفوا أمس كيف كانوا وكيف اليوم أصبحنا وكيف اليوم أصبحنا أوانهم ما دروا فيها يطيب الماء ويحلن ساد وما بيوتهم كانت من الطن والخشل تبنى عاشوا في بساطتهم لكن أوفيا وجواء بلا رتب ولا رتبان